كتاب الرياضيات لصف السابع الفاقد التعليمي التسجيل السابع ثالثا ضرب الكسور والأعداد الكسرية وقسمتها صفحة 25 ماذا سأتعلم ضرب الكسور قسمة الكسور أنضت لانا واحد على اثنان من يومها في التنزه وقضت ربع هذا الوقت في مدينة الألعاب ما الكسر الذي يمثل الوقت الذي قضته لانا في مدينة الألعاب لضرب كسر في كسر أضرب البسطة في البسط والمقامة في المقام المثال الأول أجد ناتج 3 على 4 ضرب 2 على 3 الحل 3 على 4 ضرب 2 على 3 أضرب البسط في البسط 3 ضرب 2 وأضرب المقامة في المقام 4 ضرب 3 ويساوي 6 على 12 أكتب الكسر الناتج في أبسط الصورة أقسم البسط والمقام على 6 6 تقسيم 6 في البسط و12 تقسيم 6 في المقام ويساوي 1 على 2 أحاول أجد ناتج 5 على 9 ضرب 3 على 8 في ضرب العداد الكسرية أولا أحاول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي ثانيا أضرب الكسور الناتجة المثال الثاني أجد ناتج 4 صحيح 1 على 5 ضرب 1 على 4 الحل 4 صحيح 1 على 5 ضرب 1 على 4 يساوي 21 على 5 ضرب 1 على 4 أحاول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي 4 و 1 على 5 تساوي 21 على 5 والآن أضرب الكسور الناتجة وأحول الناتج إلى عدد كسري ويساوي 21 ضرب 1 في البسط على 5 ضرب 4 في المقام وتساوي 21 على 20 والآن أحول الناتج إلى عدد كسري والذي يساوي 1 صحيح و 1 على 20 أحاول أجد الناتج أولا 2 على 3 ضرب 4 صحيح و 2 على 7 ثانيا 2 صحيح و 1 على 3 ضرب 5 صحيح و 3 على 4 والآن لقسمة كسر على كسر أضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني المقصوم عليه أتعلم 12 تقسيم 4 تساوي 12 ضرب 1 على 4 وتساوي 3 مثال أجد ناتج 3 على 4 تقسيم 1 على 4 الحل 3 على 4 تقسيم 1 على 4 أضرب في مقلوب 1 على 4 وتساوي 3 على 4 ضرب 4 على 1 وتساوي نضرب البسط في البسط والمقام في المقام 3 ضرب 4 في البسط على 4 ضرب 1 في المقام وتساوي 12 على 4 وبسط الناتج بقسمة البسط والمقام على 4 12 تقسيم 4 في البسط على 4 تقسيم 4 في المقام وتساوي 3 على 1 وتساوي 3 صحيح أحاول أجد ناتج 2 على 5 تقسيم 1 على 2 لقسمة كسر على عدد كسري أحول العدد الكسري إلى كسر غير فعلي ثم أجري عمليات القسمة مثال الرابع أجد ناتج 2 صحيح 1 على 4 تقسيم 10 صحيح 1 على 2 الحل 2 صحيح 1 على 4 تقسيم 10 صحيح 1 على 2 تساوي أكتب الأعداد الكسرية على صورة كسور غير فعلية 9 على 4 تقسيم 21 على 2 وتساوي 9 على 4 ضرب 2 على 21 وتساوي 9 ضرب 2 في البسط على 4 ضرب 21 في المقام وتساوي 18 على 84 هنا أضرب في مقلوب المقسوم عليه والآن أكتب الناتج في أبسط صورة سوف أقسم البسط على 6 والمقام على 6 18 تقسيم 6 في البسط على 84 تقسيم 6 في المقام وتساوي 3 على 14 صفحة 27 أحاول أجد ناتج أولا 7 على 9 تقسيم 2 صحيح 2 على 5 ثانيا 5 صحيح 2 على 6 تقسيم 4 صحيح 2 على 3 أقيم تعليمي أولا إذا كان 5 على 8 من الأزهار الموجودة في حديقة قيس من التولب وكان لون 1 على 3 أزهار التولب أصفر فما عدد أزهار التولب الصفراء في الحديقة؟ ثانيا وزع الثراء 7 كيلو جرام 1 على 5 من الكيلو جرام من القهوة على عبوات بالتساوي فاحتوت كل عبوة على 3 على 5 كيلو جرام ما عدد هذه العبوات؟ ثالثا أكتشف الخطأ وأصححه وجد مهند ناتج 3 على 7 تقسيم 2 على 5 فكان الناتج 6 على 35 رابعا تقول رجاء إن ناتج ضرب عدد كسري بين 2 و3 وكسر بين 0 و1 يكون أصغر من 2 هل ما تقوله رجاء صحيح؟ أبرر إجابتي وصلنا إلى صفحة 28 وفيها لعبة السلم والحية البداية في المربع رقم واحد سوف تنتقل بسلم إلى المربع رقم سبعة وفيه أقارن هل 1 على 2 أكبر من أم أصغر من 49% المربع الثاني أكتب 1 على 100 على صورة كسر عشري ثالثا أجد ناتج 28 صحيح وخمسة بالعشرة تقسيم 5 صحيح أجد ناتج 5 على 7 تقسيم 5 على 7 المربع الخامس وفيه رأس الحية سوف تعود إلى المربع الرابع أجد ناتج 6 على 12 تقسيم 9 على 11 في المربع السادس وهناك سلم سوف تقفز منه إلى المربع الثامن عشر أكتب 18% على صورة كسر بأبسط صورة المربع السابع وقد قرأناه من قبل وقارن 1 على 2 أكبر من أم أصغر من أم تساوي 49% الثامن أكتب 13 على 5 على شكل كسر بأسطوه 13 ومقامه 5 المربع التاسع أجد ناتج 28 صحيح و8 بالعشرة تقسيم 3 المربع العاشر وفيه سلم سوف تقفز منه إلى المربع الثاني والعشرين أكتب 100 على 750 على شكل كسر بأسطوه 750 ومقامه 100 المربع الحادي عشر أجد ناتج 3 صحيح وخمسة بالعشرة تقسيم 1 صحيح وخمسة بالعشرة المربع الثاني عشر أكتب 2 على 25 على صورة عدد عشري المربع الثالث عشر أقارن 15 على 100 هل هي أكبر من أم أصغر من أم تساوي 15% في المربع الرابع عشر هناك رأس الحية وسوف تعود إلى الخانة التاسعة وأجد ناتج 2 صحيح وواحد على سبعة ضرب 14 على خمسة في المربع الخامس عشر أجد ناتج 19% ضرب 1 صحيح واثنين بالعشرة أما في المربع السادس عشر أجد ناتج 1 صحيح وزتتاش بالمية ضرب 55 بالمية المربع السابع عشر 3 صحيح واثنين بالمية على صورة عدد كسري بأبسط صورة المربع الثامن عشر أجد ناتج 2 صحيح واثنين على سبعة تقسيم واحد صحيح واثنين على تسعة المربع التاسع عشر أقارن 8 على 11 هل هي أكبر من أم أصغر من أم تساوي 70 بالمية في المربع العشرين هناك رأس الحية وسوف نعود إلى المربع الخامس عشر أما المسألة فهي 25 بالمية ضرب 2 بالمية في المربع الواحد والعشرين أجد ناتج 1 صحيح و 35 بالمية تقسيم 4 صحيح و 5 بالعشرة في المربع الثاني والعشرين أجد ناتج 26 صحيح و 88 بالمية تقسيم 3 بالعشرة في المربع الثاني والعشرين أجد ناتج 1 صحيح و 2 بالعشرة تقسيم 2 ولدينا في الأخير مربع النهاية انتهى التسجيل ترجمة نانسي قنقر